اكد سعادة السيد عبدالله بن عاد الفخر وزير الصناعة والتجارة أن العلاقات التاريخية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة ليست مجرد نتاج للتطورات الأخيرة بل هي علاقات تاريخية متجذرة قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون الذي ازدهر على مدى عقود طويلة جاء ذلك خلال مشاركة وزير الصناعة والتجارة كمتحدث رئيس في الحفل العام السنوي لغرفة التجارة الأمريكية في البحرين خلال كلمة استعرض الوزير عددا من الموضوعات المهمة والحيوية التي من أهمها مرور عشرين عاما على توقيع اتفاقية التجارة الحرة والتي ساهمت بشكل كبير وفاعل في النمو التجاري وزيادة نسبة الصادرات الزراعية من الولايات المتحدة إلى مملكة البحرين موضحا بأن التجارة البينية بين البلدين شهدت نموا ملحوظا من جانبه أشار السيد قيس الزعبي رئيس غرفة التجارة الأمريكية في البحرين إلى أن هذا الحفل السنوي يؤكد التزام غرفة التجارة الأمريكية في البحرين بتلسيخ الروابط القوية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية ترجمة نانسي قنقر